أهلا بكم أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي دراسة حول الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن والتي نفذتها شركة أبو غزالي وشركاه للاستشارات حيث بيّنت أن خسائر الاقتصاد جراء اللجوء السوري في أربع محافظات شملتها الدراسة بلغت أكثر من 12 مليار دولار التفاصيل في هذا التقرير دراسة هي الأولى من نوعها تتناول حصراً الآثار غير المباشرة للجوء السوري على الاقتصاد الأردني والتي بلغت قيمتها حوالي 12 مليار و37 مليون دولار تضاف إلى الأعباء المباشرة على الموازنة الأردنية وتأتي هذه الأعباء لتكشف عن حجم الثقل الإضافي على كاهل الموازنة التي تعاني أصلاً من شح دعم الدول المنحة والوقوف أمام التزاماتها الدراسة شملت أربع محافظات هي عمان وإربد والمفرق والرمثة لبيان مدى تأثير الدخل والخدمات الصحية وإيجار العقارات وفرص العمل جراء استضافة السوريين في هذه المحافظات نسبة كبيرة من الأردنيين أكدوا أن دخلهم الشهري المتأتي بنسبة كبرى من الرواتب لا يغطي احتياجاتهم إضافة إلى أن دخلهم تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية الخدمات الصحية كشفت الدراسة بأن نسبة كبيرة من الأردنيين يرون بأنهم لا يطلقون الخدمات المناسبة وإن اللجوء السوري أثر على مستوى اهتمام الجهات المعنية في البنية التحتية أما الشعور بالأمن فقد بيّنت شريحة كبيرة من الأردنيين بأن شعورها بالأمن قد قلّ بعد الأزمة السورية مع ملاحظة ارتفاع مستوى الجريمة والعنف والتجاوز على القانون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة هناك أثار أيضا سلبية في قضية التعايش ما بين مجتمعاتنا المستضيفة الأردنية والسوريين وبهمنا هذه لا سمح الله أن لا تتفاقم البنك الدولي قدّر التأثيرات على الاقتصاد الأردني حوالي 2.5 مليار دولار في السنة ولكن لم يكن ذلك تقدير للأثار غير المباشرة بل المباشرة وأنا لدي الحرية بالتحدث عن الآثار غير المباشرة والتي هي 3.5 إلى 4 مليارات سنويا قطاع العمل كشفت الدراسة بأن وجودة جنسيات الأخرى أثر بشكل سلبي على مدى توفر فرص العمل للأردنيين كما خلق وجود جنسيات مختلفة منافسة بفرص العمل المتاحة إضافة إلى انخفاض الأجور توقيت الدراسة يأتي تزامنا مع اجتماعات جمعية الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص باللجوء حيث ستكون إحدى الأدوات التي سيتسلح بها الأردن لطلب الدعم الدولي وتعويض الأردن عن الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن جميع القوائم التي تم قبول طلبات ترشحها وعددها 227 قائمة قد استكملت جميع الإجراءات المتعلقة بفتح الحساب البنكي للقوائم رئيس فريق رصد الدعاية الانتخابية سلطان لقضاء أوضح في تصريح صحفي أن التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية تلزم كل قائمة مترشحة بفتح حساب منكي مشترك بأسماء المرشحين لغيات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيها المبالغ المخصصة للحملة ولا يتم إغلاق الحساب إلا بعد أن يقدم مفوض القائمة إقرارا خطيا ببراءة ذمة القائمة من أي مستحقات مالية للغير كما يشترط على كل قائمات تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تطقيق حسابات القائمة وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الانفاق متى طلبت ذلك ويتم تزيد نفقات الانتخابية بواسطة شكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 500 دينار للانفاق الواحد أجاز الدوان الخاص بتفسير القوانين لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وأن تكون الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتأول إليها حقوقها ومجوداتها والتزامتها ويشار إلى أن تحويل البورصة إلى شركة كانت ضمن التوصيات الثمانية والثلاثين لمجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ولتدخل حيث التنفيذ الفوري حيث تبنى مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي هذه التوصية وحدد مجلس الوزراء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه التوصية والإجراءات بأن تتولى هيئة الأوراق المالية دراسة الخيارات القانونية المتاحة من خلال القانون المعمول به حاليا أو من خلال تعديل مسودة مشروع قانون الأوراق المالية المعروض على مجلس النواب إلى ذلك أنهت بورصة عمان تدولات الأسبوع الحالي على ارتفاع في مستوى حجم السيولة والمؤشر العام لأسعار الأسهم مقارنة بالأسبوع السابق وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 44 مليون و200 ألف دينار مقارنة مع 34 مليون دينار للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 29.8% حيث شهد هذا الأسبوع تنفيذ صفقات على أسهم شركتين في قطاع الخدمات وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة مساهبة 60% وثانيا القطاع المالي بنسبة 27.9% وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 12.1% أما عن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2116 نقطة مقارنة مع 2083 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 51.57% وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي للخدمات بنسبة 42.48% والقطاع المالي بنسبة 1% تقريبا والقطاع الصناعة بنسبة 51.56% ارتفعت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية في شهر آب 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بحسب الفاو منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وقالت منظمة الأغذية في تقرير لها صدر اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في آب لأعلى مستوى لها منذ أيار 2015 بقيادة منتجات الألبان والزيوت والسكر وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلعة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر في آب ارتفاعا نسبته 1.9% عن شهر تموز الماضي ورفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم العامين 2016-2017 إلى نحو ثلاثة مليارات طن بما يزيد أربعين مليون طن مقارنة مع 2015 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر